صباح الخير عليكم وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله كما راكو تشوفو درت لكم اليوم هاد الوصفة هدية تاع الكوتلات محمرين في الكوكوت بوحدة تتبيلا ولا شرمولة رائعة على بلي مراكوش رايحين تستغنوا عليها وإلا جربتوها بالسف بنن وبالخف في طيب وفي ربع ساعة يوجدو تقدمتو لكم مع هاداك الروز يشبه البرياني تاع الهنودة بسف بنين يعني بوحد التوابل ووحد الطريقة تبلوه يعني بلا الحم بلا الجاج يجي رائع ولي كوتلات هدو ما قعدولي شوية من تاع العيد كو ديتهم في الكنجيلاتور قلت خليتهم هكا انسي جامي كيس حقيتهم اني جبتهم ديكنجليتهم درتهم هكدية في غي سيبيان ولا يحنديلهم هاد التتبيلا عندي هنا شوية فقط يعني ربع ملعقة من كلش درت هنا شوية كروية شوية فلفل لكحل درت شوية فلفل دريس مرحي تقدرو تعودوها بالعكريني ما يحبش الحر بسكو هادا شوية حر عندي شوية فلفل لكحل وشوية ملح وشوية قصبر يابس هادا ما كان ما تزيدوا عليها والو هادا التتبيلا عندي زوج فصوص هنا يتعتهم ونترابيتهم تحبوا تهرسوهم كي ما حبيتوا نزيد نضيفهم عليهم وعندي هنا يا مزيج من زيت زيتون وزيت النباتي العادي حوالي تلت ملاعق كبار كلش نديرهم هكذا يعليهم ونخلطهم ملح ملح ننسي ندخل ملح فيهم هادوك التوم وهادوك التوابل بش يعني بش يتشمخوا لي ملح ويشربوا لي كامل هادوك التتبيلا نخلطهم هكذا يا ملح ملح من بعد نغلفهم بابي فيلم ونخليهم على الاعقل ساعتين في التلاجة يعني ضروري تخليوهم يشربوا كامل هادوك التتبيلا ونروح ودوكاتيك نوجدو هادوك الروز البرياني اللي قتلكم عليه جيكي متى الهنودة ولا الفلسطينيين ولا رائع بالسف بنين هنا يستعملت الروز بس ماتيش مخطوف المعادي تلحنا في 4 ساعة من بعد شلتوزوش خطرات وخليتوه يقطرها ولك الروز هنالي يستعمل قتلكم هادوية الهنودة بالسف بنين ويتب الخف من بعد صفيتو نجي ندير عليه دوكة هنا يتوابل درث هنا يامل عاقتين صغار تعلمل حسب الرغبة شوية فلفل لكحل هنا نصف ملعقة صغيرة من كلش عندي زنجابي المرحي كيف كيف نصف ملعقة صغيرة عندي نصف ملعقة صغيرة تعقرفة القرفة والزنجابي لهما اللي رايحين يعطوني هادوك الطعم البنين عندي هنايا شوية بابريكا عندي هنايا شوية هاوليك الكاري نستعمل هادايا ملعقة صغيرة تعقاري وملعقة صغيرة تع هادوك التابل ولا الفاح اللي كنت درتو معاكم ديجا تقدروا تديرو سبع سبع توابل ولا ديرو راس الحانوت ولا اي حاجة مهم نصف ملعقة صغيرة عندي هنا شوية كوركوم وقتلكم درت نصف ملعقة صغيرة تاني تكتع الكاري ولا الكيري ولا الكيري كل واحد كيفاش يقولو لسانسيالك وعرفتو واشنو نخلطو هاكدا ملح 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 صدقوني بهات الطريقة هادا الروز مراكوش رايحين تستغنوا عليه لازم لازم تجربوه وتقولولي رايكم خلطو هاكدا ملح نخليه دوكات جبت يعني تنيجرة ولا اي حاجة اللي حطيبو فيها درت هنا حباب صلق قطعتها صغيرة ما تكونش كبيرة بززاف درت عليها شوية فقط زيت تحبو تديرو زبدة تعرفو الروز يحب الدهون قلت شوية برك هاداك البصل في الزيت ونجي ندير هاداك الروز عليهم درت حوالي تلت ملاي عقاكك كبارت عزيت مع ملح ملح ليحبي دير المارغارين يدير رايح تزيت له وبنه يعني بنا هيلو ولا تحبو ديرو شوية سمن نجي نخلط ملح هاداك الروز يشرب لي كامل هاداك الزيت والبصل مدة تتقيقه برك هاكده ينخلطو ماشي بزاف من بعد انجي نضيف عليه هنايا الماء سخون درت هنايا كيلة الروز يعني كل كاس روز قبل ما تديروه يعني قبل ما تغسله كيلوه كاس روز ديرولو زوج كيسان تعمى يعني كيلو بنفس الكاس درت هنايا زوج ورق تعرند وعندي شوية الهيل من بعد هراني رايحة نحيهم كيه طيب نخليه على نار قوي حتي يغلي بهاد الشكل من بعد انجي نغطيه ونقصله النار تماما يعني تكون النار بزاف هادية نخليه حتي طيب وحدة ربع ساعة هكاك ولا عشرين دقيقة يكون واجد من دك من دك وطلو عليه تصيبوه شرب كامل هادي كلاسوس نحيوه هنا انا روز دايما نقلبوه في حاجة على يضع هكذا يا بعد ما يطيب باش ما يتعجليش نخليه دوكوتي اراه واجد ونروح ندير هادو كليكوة ثلاث توعي قوتلكم بالخفي وجدو جبتهم هكذا يا من الفريجيتار انا خليتهم ساعتين يعني بالضبط نجيب كوكوة ثلاث صفر يعني ضروري الكوكوة ثلاث تكون صفر ونجي نستفهم هكذا يا الداخل بهاد الشكل ماني حنزيد نضيف عليهم حتى حاجة ووالو بس كيفيهم هاديك التتبيلة وهاديك التتبيلة في هالزيت انسي استفهم هكا يا مليح بهاد الشكل باش يتحمروا دي كامل كيف كيف انا ما عنديش كمية كبيرة لتعكوة ثلاث هنا يا صراحة نقعد ورغر شوية قلت نطيبهم بهاد الشكل باش يكفونا يعني درتهم العشاء جو هايلين من بعد انجي نفرغ عليهم هادك الزيت اللي كان اللي قعد لي في الغيسيبيون تعشر مولا هاديك زيت مع توابل مع تلقولي المابس كو كانو شوية ما دي كونجلة وش مليح انتو ما إلا درتوهم ماشي ماشي كونجلة ما ديرو لهم حتى حاجة نغلق هنالكوكوة ونخليها على نار قوية حتى تصفر من بعد نقصلها النار تماما ونحسب 15 دقيقة يكونو طيبين نجيدو كاتيك بعد ما طابولي ندير هادك الروز ساعي هكذا يا في طابق التقديم لقد جابتنا مزيد من هذا الروز يعني على بالي هادطريقة كيت جربوها رح تولو تعتمدوها بسكو بزف بنين اشعوني مادت الوالو يعني نلوحه مني حتى حاجة ما من الجنبو استغنيت عليه قلتوا لي التعليقات ماشي ملاح ومودر اني استغنيت على الجنبو يعني ما ما كنتش نطيب به بزف كنت نستعمل وغير فروز دوكاتيك نجي نستف هدك الكوتلات هدك هكذا يا كامل فق الرز شوفوا هوليك بعد ما طعب طعب زبدة جاب زف هايلي عجبهم بزف الدار خين ما تديروا هكذاك واحد وغرب الملح والفلفل لك حل ما يعجبنيش يجي يعني يجي بنين بصح هكذا رايح يجي آبن و أحسن هكذا يا بهذا الشكل أراني درت بشوية كوتلات طبق عائلي وهدك السيت اللي قعد لي في الكوكو طعفا فرخته كامل فوق هدك الرز هنا يا كنت درت مع هدك الباطاطا برافاس الإسبانية اللي كنت شاركتها معاكم و جربتوها وفرحتني تعليقاتكم بزف بنينة وبزف عجبتكم يعني أغلبكم جربها ونجح فيها وبزف عجبتكم وقدمت معهم هدك الصلصة المشاوي اللي شاركتكم معهم ديجا أنا البطاطا نحب نأكلها بهذا الشكل معاها هدك الصلصة هاد البطاطا بالدات بدوك نخلي لكم الرابط تحها في صندوق الوصف هي وحساباتي جروب فيسبوك والإنستغرام ونتمنى من كل قلبي تشاركوني تطبيقاتكم وما تبخلونيش بتعليقاتكم لتفرحني بزف لمازال ما دارت أبوني معليها غير تابوني هكذا بشي لحق هذين من جديد تاعي ونقول لكم تبقى على خير ونتلاقى في فيديو جديد إن شاء الله